اهلا بحضراتكم هنأتوقف اليوم مع احد اصحاب المقام الرفيع في دولة التلاوة لم يصلنا من طراثه الا القليل جدا جدا من التسجيلات لدى الاذاعة هو فضيلة الشيخ علي محمود وصفوا المعاصرون له بان صوته كان يحوي كل الالات الموسيقية وحتى وصلوا في متحه وفي اثناء على صوته وعلى اداءه في تلاوة القرآن الكريم وفي الانشاد الى ان الطير في السماء كان يتعطل نتيجة حلاوة صوته لانه كان بيستمع الى صوت الشيخ علي محمود رحمة الله عليه اليوم نتحدث عن هذه القامة والقيمة في مصر دولة التلاوة وكذلك مكرنا ليوسف في الارض ولنعلمه من سؤول الهاتف كان الشيخ علي محمود أسطورة كل العصور تميز في تلاوة القرآن وفي الانشاد فكان سيدا للقراء وإماما للمنشدين امتلك صوتا يستند إلى معرفة موسوعية بالأصوات والألحان وتعلم علوم القراءات حتى قيل انه كان يجمع في أوتار صوته كل آلات الطرب رحم الله الشيخ الرائد علي محمود اهلا بحضرتكم اليوم نتوقف مع فضيلة الدكتور علي جمع حول سيرة هامة في دولة التلاوة وهو فضيلة القارئ الشيخ علي محمود رحمة الله علي فضيلة الدكتور أهلا بحضرتكم أهلا وسهلا أهلا بكم ماذا تقول أولا فضيلة الدكتور عن مفاتيح شخصية القارئ الشيخ علي محمود رحمة الله علي في التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشيخ علي محمود فلتت زمانه ولد 1880 يعني هو أكبر من الشيخ محمد رفعت بالسنتين ومعناته أنه كان عنده 39 سنة لما صورت 19 طلعت يعني راجل كبير أبوه وده الكتاب وحفظه القرآن لكن وهو عنده 15 سنة مات أبوه علي محمود كان أصيب في صغاره في عينه فضر يعني بقى كفيف حز أوي على أبوه وده بيدلك على شيء مهم وهو رقة المشاعر لأن ده هيفيدنا في إدراكنا لهو تعمق أوي أوي في الموسيقى الزي الرجل ده شير بالموسيقى شرب واخد بالك يعني هو تشبع بالموسيقى ملقى جوفه كده بالعلم من أصعب العلوم الرياضية والنسبة التأليفية فالشيخ علي محمود كان من أولئك حسه مرهف كان فيه رجل اسمه الشيخ مصلح وكان يعمله مع بعض يعني الإراية والمديح وكذا إلى آخره ويعجب أوي بصوت علي محمود وصغير خدوا معاه البيت علشان يفتروا كده فلقى دخل في انهيار في البكة علي محمود فقال له ما لك يا علي قال له أبويا مات قال له يا معبوك أبوك مات تديره سنة من زمن واخد بالك بس ده بيدلنا على النفسية اللي احنا معانا دلوقتي اللي اسمها علي محمود مرهف الحس مع مجموعة الناس اللي كان علي محمود كان يحب قال له البيت أو وكانه وهو راكب العربية قبل ما يحصل سيدنا الحسين ينزل علشان ما يصحش يمشي راكب قدام سيدنا الحسين يا خبرة بيض وبعد ما يعدي العربية يركب تاني بقى يعني الفترة بتاعة المسجد ده هي يمشي على رجله يمشي على رجله فبرضو ده يدلك يعني في حاجة في نفسية مرهفة وبتتعامل مع الاشياء بهذا المستوى ربنا قيض له مجموعة من الناس منها كان واحد علمه التلحين ولما الواحد يتعلم التلحين مش ضروري يكون صوته حلو لان النجم ولذلك تلاقي مثلا كمال الطويل ولا مثلا بليغ حم ما بيغنوش الصباط ما بيغنيه يغني له كده قطعا لحق لكن ما هوش مغني إنما ملحن وإيه بقى أستاذ الملحنين الصباطي شوف عمل إيه أكتر من ألف مقطوعة لحنها فعلي محمود تعلم التلحين فتبحر في الموسيقى على إيد الراجل كان راجل عظيم جدا وحج في هذا المجال كان اسمه إبراهيم المغربي فربنا قيد له إبراهيم المغربي ده هو اللي عمل هذا الإنسان اللي هنشوف من تلمزته حتى يقال مولانا أنه كان صوته بيجمع الآلات الموسيقية كلها ده كرأي الأدباء والمعاصرين بيقولك الأوطار بتاعة صوته جمعت الآلات حقيقي واخد بالسيادتك إزاي بس مش هو ده الأساس ده الأساس في التلحين الأساس في إدراكه العميق للمقامات وفي إدراكه العميق لكيفية الخروج والدخول منها والعلو بيها صوته كان كله جواب يا جواب جواب في العائل كله في كله في العائل فربنا قيد ليه برضو واحد تاني من الكبار الكبار اللي هو محمد المسلوب محمد المسلوب ده قصة يعني ده حاجة إيه وصل إلى الغاية يعني يعني وكان من العلماء الأسر وإبراهيم المغربي كان من علماء الأسر ومن علماء القراءات ومحمد المسلوب علمه علم الشيخ علي محمود العربي ما هو فيه موسيقى عربية وواحد كان اسمه عثمان الموصلي ربنا خصصه عشان يعلمه التركي واخد بالك فالراجل بقى موسوعة موسوعة خليته إيه بقى خليته عبد الوهاب يروح يتلمس عنده ياه هو أعلم عبد الوهاب أعلم محمد رفعت رغم أنك في السن صغير اتنين أنا قلت لك أنه منذوه سنتين مصبوك أه لكن محمد رفعت انبهر بالإيه ده ده حاجة ده أنا عايز منه وده مين محمد رفعت أه واخد بالك إزاي في السنة 18 قبل محمد رفعت قال له على فكرة أنت تبقى حاجة في السنة 18 في السنة 18 واخد بالك فعلي محمود ده بقى نقدر نقول عليه إيه أو يسموه هنا المرجع المرجع طب ليه كانوا يعتبروا بس مجرد منشد وليس قارئ ده جه لأنه هو فعلا أنشد والجه لما يتقدم للإزاعة فالإزاعة انده في لجنة الاستماع قرار بأنه لا يجوز الجمع بين إعطاءك رخصة كقارئ وإعطاءك رخصة في نفس الوقت كمنشد لأسباب فنية الحقيقة أنا معرفهاش ده تعتبر ده فرع أو ده فرع التاني خالص ده فرع أو ده فرع لا يجوز الجمع بينهما في الاعتماد يعني إيه ويقولك ما تقعدش تحيارنا وأنت منشد ولا بالرغم أنه كثير من المنشدين زي الشيخ سيد نقشبان دي كان قارئ وعلي محمود طه كان من هذا النوع الذي جمع بين القراءة وبين الإنشاد فهو قارئ ومنشد المهم الحاصل أن هذا الرجل من تلمزته مين بقى وجهه اللي تعلم عنده أمه كلسوم من تلمزته مين أسمهان اتعلمت عنه؟ أيوة أسدته مكلسوم أبو رعولها محمد أسدته علي محمود أسدته وهكذا تعلم عنده عبد الوهاب وتعلم عنده أمه كلسوم وتعلم عنده أسمهان راحت علشان تتعلم لأنه كان فريدا وحيدا كله ده بقى صار مين؟ إبراهيم المغرابي يخلي باله المفاجأة بقى اللي هي تفاجئ واحد زي أنا إن درويش الحريري تتلمز عليه اللي هو شيخ المشايخ والعلم نغم وضطرم ومقامة اللي هو شيخ رفعت وشيخ شيخ المشايخ وشيخ البنة وشيخ البنة وشيخ كله درويش الحريري ده يقوله في الإنجليز authority يعني مرجع ده المرجع بتاع الناس دي كلها تلميذ علي محمود أو معدود من تلاميذته يبقى احنا بنتكلم دلوقتي في واحد بهذا الحج وبهذا الله القمة علي محمود طيب أستاذ مفضلتك نشوف انت بقى بدأ النجم يظهر النجم الشيخ علي محمود رحمة الله عليه وإزاي الأمور مشت وإزاي قراءاته يعني ولو إنها قليلة يعني اللي وصلتنا موجودة حتى الآن أسازا حضرتك وأستأذنكم بعض الفاصل أرجوكم خليكم معنا